صباح الخير أكيد للكم مشاهدينا بدنا نرحب بمهندسة الدكور راما الحيت اللي صارت موجودة معنا بالاستوديو لحتى نحكي عن كيفية توسيع المساحات كيف إحنا إذا القعدة عندنا ضيقة أو صغيرة نوسعها ونخليها أكبر من خلال الإضاءة من خلال الأثاث أكيد رح تعطينا هيك تركات حلوة رح نتعرف عليها من خلال راما أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم صباح الورد وشكرا كثير على الاستضافة أهلا أهلا الله يساعدك الآن بالنسبة للمساحات أهم شيء اللي بنعتمد عليها بالمساحات هي اختيار الأثاث كثير فيه بيكون فيه مساحات ديئة كثير والناس عم بتتجه للأثاث الكلاسيكي الكثير كبير فبدنا نبعد هذا الإشي يعني صار من شغلة عادة أنه إحنا بدنا أثاث فخم وأثاث كبير وبيستبعدوا موضوع أنه الغرفة مساحتها كثير ديئة الصح الشغلة الثانية موضوع اللون لما تكون الغرفة ديئة فدعي نروح للبني الألوان الغامقة الكحلي الجري الغامق بدنا نبعد على الألوان الغامقة بدنا نروح للألوان الفاتحة الفواتح يعني يمكن هذه الأساسيات شوي لو نحكي عنها أنه مفروض الواحد يأخذها بعين الاعتبار خصوصا آخر فترة لاحظ بأن الناس ما بدها بيوت كبيرة يعني صرنا زي بره بدنا بيوت صغيرة غرفتين غرفة صغيرة يعني 100-120 متر فاليوم لما بدأت حامل مع بيت 100 متر أو 120 متر كيف مهم أخذ موضوع الألوان في الاعتبار أو حتى الإضاءة بالإضاءة بالضبط وكمان شغلة الإضاءة الطبيعية يعني أنا لما أكون ماخدة بيت مساحته كبيرة مش غلط أني أطلع خارج الصندوق وأعمل للشبابيك تكون مثلا كلها من الأرض للسقف هذا بيعطي مساحة كتير كبيرة مش غلط أني أنا أوحد اللون بكل البيت لون الجدار ما في داعي أكسل بلون الدهان عادي بقدر أعمله كله بلون سوفت وحتى الأثاث يكون لون سوفت أنا بدي أعطي وسع مش غلط ندخل أكتر من إشي بالدزاين يعني عادة الشغلات البسيطة الأيتمز الأقال هي اللي بتعطيني وسع مش إنه التحف الكتير القطع الكتير ستات البيوت بتمنوا أصلا كنبيات بيج وأبيض والوان فاتحة بس بتقولك أنا عندي أولاد أنا بدي شي عملي بدي شي يتحمل مش هقضيها طول وقت تنظيف فشو اللون المحايد اللي بينه وبين يعني بقدر أنا أخد لون فاتح بس مش بيج ولا غري فاتح ولا أبيض هلأ من الألوان اللي جاي بين ينتم نقول لأحادية تمام هي لون عندك الآيفوري اللي هو بيجي على ألوان الكابتشينو شوي وفي عندك لون الالسي جي هلأ هذا اللون كتير دارج هو جاي ميكس بين البيجيات وبين اللون الغري جاي ميكس مع بعض فبكون عملي بكون عملي وشغلة تانية هلأ في كتير ماتيريا للأثاث عم تطلع سهلة التنظيف يعني زمان ما كان في كتير خيارات هلأ في كتير ماتيريا اللي بتيجي ووتر بروف بس هي شكلها مش ووتر بروف انتي بتشوفيها عادي ماش عادي بس هي فعليا إذا بيجي عليها أي شي عادي بينزل بروح تنظيفه بسهولة نحكي عن ألوان الحيطان شو اللي دهان اللي دارج حاليا ويمكن لاحظت شغلة إنه الأبيض رجع عداد رجعت موطة بسطة رجعت موطة الأبيض الأفوايت راح أتموضت هلأ السكني الفاتح لأنه صار عم بيعطي شعور بالملل أكتر يعني السكن الفاتح بديه طبيعة بديه إضاءة طبيعية كتير عالية فهلأ رجعنا لهم للأبيض الأفوايت يعني إذا بدنا نكسر ممكن نكسر بشغلات على الحيط وحتى مش والبيبر يعني لوحة كلادنج إشي كتير خفيف عم بيدمجوا كمان السكني مع البيج هو هذا اللي بحتي فيه بلون الـ LCG هذا اللون طالع جاي ميكس بين البيج والسكني حتى البرادية عم بلجأوا الأشخاص للبرادية اللي بتكون من أول السقف لآخر هذا بيعطي ارتفاع بالسقف ارتفاع عالي لون الأبيض برضو عم بجعل الأشخاص لللون الأبيض قدي الأبيض مريح نفسيا مريح نفسيا هو يعني لون الطبيعة يعني هو اللون الأساسي الأول مريح نفسيا بيعطي وسع غير أنه بيعطي وسع أي شيء بالبقى علي أي شيء يعني أنا ما في داعي أظنني ملتزمة بديكور بيتي طول العمر يعني لما أكون عاملة أنا بيسيك أبيض خلص لو كل كم شهر غيرت بحس حالي عم بعمل تجديد ومعني أنا مش مغيري إيش كتير يعني مغيري ممكن قطعة قطعتين بس كونه الأبيض هو كلون أساسي كتير رح يعطيني شعور أني أنا مغيري ديكور بيتي كامل صح تارفي خلينا نأخذ مع بعض الصور اللي عم نشوفها لأنه عم بلاحظ على الفيديو والورانا الصور عم تورجيك كيف كانت الغرفة وكيف صارت الفرق بين لما كانت دية وصغيرة لما كبرت يعني عم نشوف هلأ هون بهاي الصورة نحن نحن نحكي عن أخطاء اللي بتديق الغرف حس اللون البني كتير بديق وكمان السيلنج اللي عم بينعمل تحديد المساحة بالضبط الجبسن بورد اللي عم بينشغل بالسيلنج التعجيء اللي فيه هذا كتير مشكلة وكتير بديق حتى منحس مطه راحة تماما يس يارب أهلينا يسمعوا هذا الحكي هلأ كمان من الشغلة اللي كتير بتعطينا وسع المرايا هلأ المرايا لما تكون ممحددة بفريم لما أنا أكون حطيتها على جدار ممحددتها بفريم بتعطيني وسع كتير رهيب عادة بتنحط المرايا قبل طولة السفرة لأن طولة السفرة هي عبارة عن ناس قاعدين جن بعض فهذا إشي بيعطي شعور بالضيق فلما تكون قدامهم مرايا وهم شايفين حالهم فرحسوا بشعور بالعمق أكتر شغلة تانية المرايا في الممرات لما يكون الشقة محصورين بمساحة بالممر كتير قليلة إذا أنا حطيت مرايا على طولها هذا رح ياتي شعور بالوسع هذا إحنا بنسميه خدعة وهمية اللي هي المرايا رائع شوف كمان باقي الصور في الفرق آفتر طلعي الألوان اختلفة هلأ بالنسبة لهذه الصورة إذا منوقف عليها هناك صورة عندنا هنا الغرفة جاي كتير صغيرة ومزغرها أكتر أنه فيه جدار فيه كسحة فالصورة قبل هذا الجدار دهنينه بلون أحمر اللون الأحمر هو لون دافئ لون ناري فبيعطي كتير عمق بيعطي كتير دياء في المكان فاستغلوا هذه الكسحة اللي موجودة بلون فاتح وما حطوا عليها كتير آيتم لحتى أنها مش موجودة يعني بيّنوها أنه هي أصلاً لعملة الوسع حلو حلو كانت طالعة بالصواج إذا انتبهنا عليها قدي عم بتشوفي مؤخراً عم بصير موضوع فتح الحيطان على بعض يعني بطل موضوع أني أحصر مقسمية كل مفتوحة بعض عم نشوف المطبخ على الصالون على غرفة الصفرة على كل شيء بالضبط هذا بنرجع للموضوع أنه الناس هلأ كلها تتجه للشقاء الصغيرة حتى عم بتتجه للشقاء الصغيرة اللي جاي طابقين داخل عمارات كتير عم يتجه لهذا الإشي هلأ موضوع أنه نفتح على بعض إشي كتير حلو بس برضه ما بزبط يكون كل شيء مفتوحة بعض لازم يكون في بارتشنز بشكل كتير خفيف مش شرط بارتشنز يكون مصمت ممكن نروح على الشرحات نروح على شفنا بالوحدة من الصور الخشب أو الخشب بصبت أو الخشب ففي أكتر من فكرة يعني كمان إحنا أوكي عم نوسع مساحات بس برضه الوسع الكتير مو حلو صح صح يعني ما بدنا يكون كتير إشي كتير واسع يعني بالمعقول بالمعقول بس فعلا بيعطي راحة نفسية طبعا أكيد بالقعدة وبالبيت وحتى يعني تحسي أنه كترة البواب وخاصة البواب اللي لونها غامع مزعجة مزعجة لهيك هلأ في كمان برضه من الشغلات اللي بتعطينا وسع اللي هو الهيدن دور اللي هو الباب المخفي إلا أنت بيكون عندك جدار كامل مثلا كله فيه خشب الباب بيكون من ضمن هذا الخشب بيكون مش مبين أبدا فبرضه هذا بيعطيك كأنه مش موجود لأنه البواب وبيكون طبعا سلايدنج أكيد البواب كتير مشكلة وكتير بتعطي ضياء في المكان خصوصا أنه إحنا دارج لدينا البواب البني لازم فالبواب البني صح الإضاءة الإضاءة يعني بنشوف أحيانا أخطاء كارثية وبنفس الوقت بنشوف أشياء هادية أحيانا الإضاءة بتلعب دور بينها تكبر المساحة بالصالون من أول الشغلات اللي بتلعب دور بالإضاءة اللي هي الإضاءة اللي على السيلنج اللي بتكون هيدن لايت على الفريم زي ما قلت التعجيق اللي بالنص بالجبسن بورد هذا كتير وخصوصا كتير بدخل فيه سبوتات وإضاءات هذا كتير بدي فلما بس نعتمد على هيدن لايت على الفريم هذا بيعطيني شعور بالعمق إنه السقف عالي شغلي تانية برضو الهيدن لايت اللي عم نحطه هلأ صارت تحت الأثاث برضو هذا بيعطيني شعور بالوسع أكتر خصوصا إذا كان لونه أصفر لسه بدي أسألك عن اللون الأصفر طبعا بيفرق لأنه بيعتمد على الإنارة الطبيعية اللي إبال هاي القطع يعني الإنارة الطبيعية برضو بتلعب دور هلأ إحنا طبعا أكيد كعامل أول بالتوسيع هي الإنارة الطبيعية فدعما لما يكون البيت فيه إنارة طبيعية مش بحاجة لإضاءة حتى يوسع صح بس القاعدة لما يكون فيها شباك أو مكان معين بالبيت ما فيه شباك فعلا بتحسي إنه ضيئة بتحسيها بالضبط ديئة فهيكا بنلعب شوي بالإنارة الصفرة أب أن تاون يعني بالسيلن وبالأرضية عم نشوف حتى الاسبوتات تغير نظامها بالسقف يعني إذا كنا نشوف داير إنه نسقف هلا لا عم نشوف بس كم واحد الزوايا 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 بالضبط لأنه أنت كمان لما تكون غرفتك صغيرة وعم بتنزل سبوتات من كل زاوية أنت هيك عم بتحط عم بتشوش عم بتحط كتير سبوت يعني عم بتحط كيف بدأ أصدلك عم بتحط كتير اتجاهات على مناطق فأنت لما بدك تفوت على الغرفة تشوف إنارة هون وإنارة هون فحسير فيه تشويش أما زلنا نروح لبيوت اللي ما شاء الله كتير واسعة هذا الإشي بالعكس بيعطي جمالية أكتر لما يكون الاسبوتات موزعة كتير الزريعة والخضار داخل البيت قدي ممكن يضيف للبيت ويعطي شعور أنه البيت واسع طبعا أكيد الأخضر هو لون الطبيعة ومن أهم الشغلات اللي لازم تكون بأي غرفة مش بس بغرفة الأعادة بأي غرفة لازم ندخل كمان هو لون منعش يعني بتحسي إذا كنت عامل أثاث مثلا لنفرد سكني بديك تكسيري قاعدة عم تكسيري بس ما عم تحسي لسه جامد بس نحط زريعة أو نحط أي شيء طبيعي على السريع بيعطيه من إلار شو الألوان اللي حاليا بشكل عام درجة بالعفش واللي عم تشوفي بإنها مثلا عم تدخل بالبلتس اللي عم تستخدموها حاليا هلأ رجعت موضة الأبيض الأفوايت البيجيات الآيفوري من فترة قبل كانت موضة السكني كثير طلعت السكني والأبيض هلأ رجعنا للبيج يعني زي زمان رجعنا للبيج للأفوايت الآيفوري البني بالمعقول لأنه هلأ عم نرجع شوية للألوان هاي عم نرجع للشغلات الأديمة صح حتى طريقة الأفاث عم تختلف يعني كناباية نفسها عم تشوفها هلأ مثلا عم بيكون في البوهيميان ستايل دائرية أشياء زي هيك عم بيصير فيه كسر ومع فيها خشب يعني يعني ما عم تشوف بالضبط كلها منحنيات عم بتكون هلأ أكتر وعم بتكون سادة راحة نقشة الإطاع المعرأة هلأ السادة كمان هذا إشي بلعب دور إنه نرجع للموضوع إذا أنا بدي أغير دي كوربيتي خلص أنا بقدر ألعب بالكوشنز خلص بيكون زيك إنه غير طائم كنب كامل فالسادة دايما يعني إنه موقع أرتب وأحلى خلينا نروح للطاولات مثلا طاولة اللي بتكون بالوسط مين أحسن تكون مدورة مستطيلة والسجاد كمان أدي بيأثر على وسع الأعبة نعم هلأ لما تكون الغرفة صغيرة ما في داعي السجادة تكون كاملة ما أخذي الكنب كامل من تحت وإحنا خلص منكتفي على السجادة تكون تحت الطاولة نفعل كنباي ما بدهاي فمنكتفي تكون السجادة بس تحت الطاولة على دائرة ولا مربع باعتمد على طاقم الكنب وباعتمد على البيت بس ما بيأثر ما بيعطي مساحة أو لا باعتمد على طاقم الكنب بس إذا كان طاقم الكنب كتير صغير ممكن نروح على الطاولات اللي بيجوا داخلين ببعض بطريقة أنه أنا إذا أجاني ناس قادر أشيل منها أشيل منها صح وزوايا البيت قدائلها دور يعني إذا كانت زاوية مثلا غرفة مربعة غير عن مستطيلة غير عن مكسرة زوايا هل هذا الأشي بلعب دور بالسجاد وبالقاولة؟ طبعا بلعب دور بالسجاد وكمان إذا بنا نوسعه إذا كان في عندي أنا زاوية ضد آريا بنرجع لموضوع المراية بس أعطيها مراية بس أعطيها مراية أي زاوية بنشوفها؟ أي زاوية ضد آريا أعطيها مراية من تحت لفوق بدون فريم بتعطيك بتختلف اختلاف تماما للغرفة حلو المراية هي يعني إشي وهمي يعني بنقل الغرفة نقلة نوعية نعم إيش فيه هيك النصيحة ممكن تعطينا إياها داخل التويلات إيش فيه لون معين أو تصميم معين نوسع التويلات يكون أكبر بالضبط الآن عادة التويلات نتعرف عليه بمساحاته كتير قليلة كتير عن متر ونص متر وسبعين فأهم إشي أنه نتجه للبلاط السيراميك الفاتح نروح للأبيض لقري الفاتح الألوان الفاتحة نبعد شوي عن الألوان الرخامية كتير عم بتعمل تعجيق هلأ إلا إذا كان الحمام كتير كبير طبعا تأسيمة المخسلة كيف بتفضلي تكون هلأ إذا كان الحمام كتير صغير نتجه لموضوع الكورنر اللي هي بتيجي معلقة على الزاوية هاي بتعطيني وسع ممكن تكون ورا الباب ما رح تأثر لي ما رح تأثر علي أبدا بدنا نبعد على موضوع المغاسل اللي معها خزاين إذا كان الحمام كتير صغير لأنه الخزاين هاي بتعطيني كتير فيه دفاشة في الموضوع فبدها لا بدها يكون مساحة أكبر برضو كمان البانيو هلأ راح تموته فوالشووربوكس إنه يكون كامل يمسكر هذا برضو بيعطي دياء فهلأ في كتير عم بيعملوا الشووربوكس يكون بس نص بس بارتشن وبس طبعا أكيد نلعب بالميلان البلاط لحتى تأثير الماء على الآي تمزة الثانية الموجودة مية بالمية يعني فيه شغلات كثير جديدة عم نشوفها بنفس الوقت عم نرجع للشغلات كثير قديمة بالظبط الكلاسيك أحيانا نشوف تمانينات سبعينات رجعت طريقة نيو كلاسيك وصراحة هو ملفت مريح من بعد فترة طويلة كنا بعالم الخشب 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 اليوم مثلا أبيض نعم قدي هذا الأشي عم بيعطي برضه مساحك ما هو بذلك نرجع من قول أنه السفرة بالذات هي أكتر مكان الناس عم تحس حالها فيه أنها مددايقة لأنه كلها هي زي الصف فأكيد كلما فتحت كلما أعطتهم شعور أريحية أكتر يعني أكيد فيه فرق بين أنه أكون قاعدة أنا طاعة على طاولة لونها أبيض وأنه أكون قاعدة طاولة لونها بني لسا بدي أسألك طاولات السفرة بتفضلي أنه تكون ألوانهم فاتحة أو حتى أزاز شفاف والحجم اللي بننصح فيه لما بيكون القاعدة صغيرة هلا أزاز شفاف مش كتير بننصح فيه لأنه رح يعطيني رح يديق لأنه هو عم بيعكس هذا الأزاز عم بيعكس الناس نفضل بإشي عادي مصمت مت عادي يكون زي إيش أبيض عندك الأبيض هلأ كتير عم تطلع لطاولات السفرة اللي فيها منحنيات كتير لسا يعني هي 2024 هلأ نازلة فيها منحنيات فبرضه عامل الليوني شوية عم بشوف راما اللون العسلية عرفتين لي مثل لون الخشب الطبيعي عم بدمجوه كتير مع الأبيض بباتي هيك راح نفسي باتي راح نفسي بالضبط وكتير هلأ عم بيعملوه كمان من أخصان الأجار بزداد من أخصان الأجار ورخام شوية رجع كأنه رجع بس برضو بدناش نروح للتعجيئات الكتير اللي بالرخام لأن زي ما قلت طاولة السفرة هي مكان عليه كتير ناس وغير أنه عليه ناس السفرة عليها كتير شغلات راح يكون فإذا ما كانت المساحة كتير كبيرة اللي محطوطة في طاولة السفرة لأ بدنا نبعد عن الشغلات اللي فيها حركة أكتر حتى عم نشوف قدي تيفي يونت منطقة التلفزيون عم بيصير فيه شغلات زي البي في سي أعتقد وغيرها من الأشياء اللي عم بيتم استخدامها مؤخرا عم بتشوفي بينو هاي الشغلات قدي عم بتكون غير مكلفة صراحة هي لأنه هي بديل خشب بديل سيراميك بديل رخام وبنفس الوقت عم تعطي يعني منظر فخم وجمالي نعم هلأ هلأ كتير عم تطلع درجة شغلات بدائل غير مكلفة مثل بديل الخام بديل الخشب بديل الحجر كمان درجة من فترة بديل الخشب الأصابع صح درجة في منه اليوفي وفي منه الخشب هلأ بالنسبة لواجهة التلفزيون كلما كانت واجهة التلفزيون أكبر كلما كان فيها إطاع أصغر يعني هلأ هي معادلة عكسية يعني هلأ التلفزيون هو ما أخذ مساحته وما أخذ جوه فما في داعي أنا أحط كثير شغلات حوالي أبدا ما في داعي أحط رفوف أحط أكتر من إشي فبس بتدير التزم أن المساحة تكون معاولة يعني راما دائما بقول أنا المساطة عنوان الجمال فعلا كلما كنا بسطة بكل شي بحياتنا بنكون أحلى وأحلى شكرا لتواجدك معنا بيوم جديد نهاية أسبوع جميلة شكرا شكرا